أحد معالم تركيا الآن هو مسجد آيا صوفيا قطعاً ويعني حضرتك من حبك في مسجد آيا صوفيا سميت المولودة الجديدة لك يا أبو عبدالله باسم آيا صوفيا مبروك قطعاً على المولودة الجديدة ربنا يرزقك بالره يا رب ويحفظها ويبارك لك فيها ليه سميتها بالاسم ده يا أبو عبدالله؟ عفواً ليه سميتها آيا صوفيا؟ أولاً آيا صوفيا لها مكانة كبيرة في نفسي أنا قرأت تاريخ مسجد آيا صوفيا وهي الحكمة الإلهية وأنا أساساً عندي بنتي فرقان وفرقان القرآن والحكمة أيضاً من القرآن وصوفيا هي الحكمة فجمع ما بين القرآن والحكمة فآيا صوفيا قصة المسجد وقصة هذا المكان وكفاء ومحمد الفاتح وعشقي لشخصية محمد الفاتح وحبي للإسلام والمسلمين ورفعة المسلمين وهذا الوعد اللي أطلق الرئيس رجب طيب أوردوغان في مجلة المجتمع الكويتية قبل سنوات عندما كان عضواً في حزب العدالة وحقق هذا الوعد وكان الرجل صادقاً مع نفسه وأرجع آيا صوفيا للإسلام والمسلمين فكانت رفعة واستشعرت بالنشوة واستشعرت بالفرحة وحبي لهذا النصر الكبير اللي حققناه ربما يقول البعض هي ما هو النصر لا هي شغلة معنوية لكن تشعرنا بالأمل بأن نستطيع أن نعيد أمجادنا نستطيع أن نعيد قرناطة نستطيع أن نعيد أمجادنا في الأندلس فهذه هي قويتنا الإسلامية